ايج موفنز على طريقتي بيشهه القلب بيجاط بديف فلايفلة حمرة وفلايفلة خضرة وبنادورة كلهم مقطعين صغير جزر مبشور بقدوني سمافروم ناعم حلومي تشيز حلومي تشيز معي بيشهه القلب زيتون اسواد بيدون عجو ومقطع رفيع بحركم مع بعض وبحطهم على جنب بيجاط جديد بفقوا صباد بديف عليهم بيكين باودر وبخفقهم بالويسك هلا بديف البيض فوق المكونات لمجهزينه وبيضيف لون ملاح بابريكا وبهر اسواد بالاسبات شيلا بحركم مع بعض منيح لحتى ينخلطوا مزبوط وهيك صاروا جهزين للشوية برش القلب شوي زيت زيتون اهم شي تستعملوا قلب يكون اكتر من 6 لان هيدا القلب طلع شوي صغير يكون 8 او 10 اخر شي برش على وجهم سمسوا محماص هلا بشويهم بفرنة محمى من قبل على درجة حرارة 150 الفرن مشغل من الاعلى والاسفل بحط الصينية على الرف الوسط اخدوا 25 دقيقة لحتى صاروا جاهزين الوقت بيعتمد حسب القلب يلي مستعملينه بس ياخدوا لون ذهبه من الميلتين بهيدا الشكل معناتها صاروا جاهزين بس طلعتهم من الفرن ضغري بشيلهم من القلب كرميل ما يعملوا بخار بقدموا ضغري هنو سخنين واذا ما بتكن تاكلوهم ضغري الافضل تحطوا تحت منن امحاري من المطبخ بيشهوا القلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته